قبل مناخذ ابو محمد من لبنان اخوانا الادمنية عندي ياريت يحطوا الرابط بتاع التلي جراب اللي هو الرابط اللي احنا بندخلوه عشان نبلغ النهاردة باذن الله تعالى سواني النهاردة باذن الله تعالى حنكتمع حوالي الساعة وحدة بالليل تمام الساعة وحدة بالليل هندخل جروب قناة قناة شيعية على التلي جراب تيك توك وحنقفلها ان شاء الله هندخل بإذن الله تعالى الساعة وحدة يعني كلنا هنجتمع في الجروب ده الساعة وحدة من الساعة وحدة كده هندخل على كل صفحة شيعية موجودة على تيك توك كل صفحة شيعية موجودة على تيك توك بس مباشرة هتتقفل إن شاء الله ناخد واحد منكم يا أخوانا اللي مش عايز يشتغل معانا في الجروب ده يطلع منه اللي مش عايز يشتغل معانا في الجروب ده يطلع منه والله العظيم المسألة ليست مسألة شخصية ولكن لازم يتحط حد للموضوع دوت لازم يتحط حد للموضوع دوت كل ما ادخل للتيك توك أبين للناس الحق أبص ألاقي نفسي أعد على الكنبة الوحدي كل ما ادخل للتيك توك يخافوا يبلغوا علي أعد على الكنبة الوحدي فيا جماعة لازم يكون الرد بالمثل فالنهاردة ان شاء الله مش هنخلي عقيل بقى على المهداوي على فلان على علان ان شاء الله النهاردة هنسكر التيك توك على الشيعة بإذن الله تعالى هنحطه المستهدف صفحة فلان أنا عارف ان الفيديو ده هتاخد طبعا وشوف وليدي اسماعين الجبان وشوف وليدي اسماعين مش عارف ايه وشوف وليدي اسماعين ايه ما بقتش خلاص برايح دماغ من الكلام ده عايزين تبقوا رجالة ما تقفلوش القنوات بتاعتنا مش هنقفل القنوات بتاعتكم لكن هتقفلوا البس بتاعنا المباشر هنقفلو كل بسوس بتاعتكم منتهية ياريت يا اخوانا تحطوا الرابط للي عايز يشترك في الجروب ده حطوا الرابط كررول للي عايز يشترك في الجروب ده وحنبدأ ان شاء الله الساعة واحدة بالليل هنحط الرابط بتاع القناة المستهدفة بإذن الله تعالى هندخل عليه انسكرله البس بس انتهت والتاني والتالت يعني لو في عشر بسوس النهاردة مفتوحين انصحهم ما تفتحهمش النهاردة انصحهم ما تفتحهمش النهاردة فالله المستعان فمش هينفع قلنا خليكم رجالة خليكم رجالة خليكم رجالة لكن نعملكم انتو اللي عايزين تبعوا اياه بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل يعني كل يوم عن التاني الجمهور بفضل الله عز وجل البرنامج بزيد فياخوانا بالله عليكم وصلوا صوتنا للناس يعني انتو يعني احنا بنعمل اللي علينا فالمفروض انتو كمان تعملوا اللي عليكم اللي عليكم ان انتو توصلوا صوتنا للناس ما احنا مش هنعمل كل ده احنا بفضل الله عز وجل بنكبر وبنكبر سوا يعني كنا في استوديو صغير وبعدين بفضل الله عملنا سوديو كبير ودخلنا وجوه جديدة تمام في الاستوديو حيظهر لكم وده كمان ان شاء الله عن الاسبوع الجاي يعني احنا سجلنا حلقات لاخوة كتير وان شاء الله هتظهر لكم الاسبوع الجاي بدلا ما كان بيبقى معنا واحد فرضي شغال بقى بفضل الله عز وجل وصلوا الخمسة وحيوصلوا الستة شغالين انتو بقى يا اخوانا مهمتكو ايه انتو مهمتكو ايه يا اخوانا بفضل الله عز وجل نحن نصنع جيلا ونصنع جيشا ليكون حرب على هؤلاء وحرب فكرية وليس حرب اللي هي المعهودة لا حرب فكرية ولله الحمد والمين الحرب الفكرية يا اخوانا تؤثر اكتر من الحرب اللي هي المعهودة لان الحرب المعهودة لا تؤثر على الفكر الحرب المعهودة لا تؤثر على الفكر ولكن الفكر هو الذي يؤثر على الفكر فالله مستعد في اخوانا ربنا بارك فيكم انت تبقى قعد فاضي شوية انشر حبقة حطها على منتدى مثلا كذا حطها على الفيسبوك وانا فاتح الكلام ده يعني انا ما بقول للحد لا انا فاتح الكلام ده اي نعم والله بتأثر علي انا على قناتي بس اقول مش مشكلة يعني ان كانت بتأثر على قناتي ولكن بتتشاف في قناة تانية المهم في النهاية انها تتشاف فالله يباري في عمركم خدوا روابط الحلقات وانشروها في كل مكان فالله المستعد هم اخوانا ما يغركم هم هم منقسمين الشيع منقسمين كل واحد بيعمل لنفسه ولكن احنا والله الحمد والمنا بنعمل لينا كلنا بنعمل للإسلام لذلك حتى كمان عملنا جروب ممكن انا نوهت على ده عملنا جروب لجميع المحاورين الموجودين حول العالم وجمعناهم في جروب واحد ولله الحمد والمنا فالمسألة ان احنا عايزين اسلام مزايهم متفرقين ده يسبف ده وده يشتم في ده وده فياخد في عرض ده وده يقول لي على ده زعطوت والتاني يقول له ده بنزنة وده مش عارف ايه كلهم منقسمين كلهم منقسمين كل القنوات اللي موجودة للشيع على اليوتيوب كلهم منقسمين وكل واحد بيعمل لنفسه فالله المستعال واحنا بفضل الله عز وجل يد واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا